اشتركوا في القناة حتى بدول وزارة دينافي اشعال الفتنة وايشعال الاحتقان وايشعال المظاهرات في المغرب والدليل هو القرار الاخير الانفرادي والارتجالي الذي اتخذه شاكيب بن موسى وزير التعليم القاضي بمنع الناس اللي عندهم كثير من 30 عام بشي يولجون المراكيز للتربية والتكوين وهذا القرار بحده يخلقنا في الأول والأخيرات قريبا 31 مظاهرة في مختلف تراب المغرب وهذا ما يشعال اي مغربي يضعو يضعو على قلبيه خوفا ان يكون القادم اسوأ مما سبق ولما نقولوا يخافوا يعني من القادم من الايام ليس كنظرا بنية على التشاؤم ولا على العدام لا رامس نودا بالصوابق الانيما اللي عشنا حنا كمغرب مع الحكومات السابقة خاصة في هذا الشيء المظاهرات وفي المؤشر للسجون عندما نقضي المظاهرات المؤشرية للمظاهرات يعني انه مني كان عباس الفاسي وزير اول في 2007 وكان نشجلو في المعدل 5500 مظاهرة في السنة من يجا بن كينان في 2012 كان نشجلو في المظاهرات لا كور بطلعات وكان نشجلو 13 ألف في السنة من يجا العتماني في 2016 وكان نشجلو في المظاهرات في العام تقريبا 16 ألف مظاهرة وختمها السنة العتماني لما دارت تسليم الصلاة مع رئيس الجديد أخ نوش يعني وصلت 18 ألف مظاهرة في السنة في العام الماضي والمظاهرة راح يكون فقط راح يتمنك يخرجون الناس للشريع للاحتجاج على مطلب معين أو ضد قرار عمومي ظالم وجائر راح تتسعي ذلك تسخير القوة العمومية يخرج البوليس يخرج الدارة وأعوانوا قوة المساعدة علش هاد الناس يخرجوا لأنه خلصهم يقطروا هذه المظاهرة الاحتجاجية وفي المعدل تقريبا المظاهرة الواحدة تكلفنا ما بين مليون دل الدرهم ومليون ومئة ألف دل الدرهم بمعنى أنه في العام الماضي 18 ألف مظاهرة كلفت نحنا كمغاربة 18 مليار دل الدرهم وهذا الرقم سيكون سهل لإنسان ينطقوك سيكون يمثل بناء تقريبا 3600 كوليج لزرعها في مختلف تغراب الوطني ولو تخيلوا ما علوا بناء هذه 3600 كوليج بالمختبرات والحجرات والمدير والدار للعساس كرة القسم في المغرب لا يوصل الـ 40-200 سيكون فقط الـ 18 أو الـ 20 سيكون لديهم في الستاندار أنت يرناصينه بحل 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 ببينور ديك لكن الأسف الشديد حيث عندنا وزارة كما قلنا ما عندنا مش الكبدة وتتأخذ القرارات الانتجانية والخزين العامة ماشي ديالهم ديال الشعر المغربي إذن يستبيحون المال العام بهذه القرارات الفرضية والمؤشر الثاني يتجلى في مدى؟ يتجلى كما قلناه في السجون لأن هذه الحكومة وعدت الناس بتوسيع ويعاء تشغيل فإذا بها تحبس منافي تشغيل بمنع الناس اللي عندهم كثرة من 30 سنة وهذا ما قد يولد واحد المزمد من هذه الاحتقانات وقد يولد أيضا واحد المجموعة هذه المشاكل اللي غيرت ترتبع لها أن الناس يمشون الحبس ونحن نعرف بأن صارح تامك لما قدبت تقرير المالي ديال المندوبية السجون في مجلس النوب مؤخرا يعني أعطاه أرقاما جد صادمة قال بأن السجون يمتلأت عن آخرها المغرب وصل البيك في عدد السجناء تقريبا 90 ألف تحديدا 8911 ساجين اللي عندنا في المغرب وللأسف الشديد يعني هذا الرقم أيضا حتى هو إلى جنة قارنة من الحكومة السابقة تلقى غادي وكي المنحنة في تزايد يعني أنه في 2007 كنا كان شجلوا تقريبا 50 ألف ساجين في 2012 سبعين وفي 2016 خمسة وسبعين سبعين ألف دبقان أن هيا وسطت تقريبا 90 ألف وللأسف الشديد مرة أخرى أنه المغرب معمور يحتل المراتب الأولى عالميا في الرخاء في مناخ الأعمال في الرفاهية في جلب الاستثمارات في رغض العيش في محاربة الفسد ولو في الشفافية إلى آخره الحاجة الوحيدة للمغرب يحتل له الرتبة 20 على المستوى العالمي هي عدد سجناء قياسا إلى يعني السجناء إلى كل 100 ألف نسمة لأنه عدد قريبا 236 سجين لكل 100 ألف نسمة وهذا يتجاوز العسابة العالمية المقبولة وهذا ما يقتادي من هذه الحكومة إذا كانوا فيها عقالاء وحكماء أنهم لم يبقوا يأخذوا قرارات في راديو ارتجالية رابلاكا دي الأنتير دي إذا أردنا أن نضعها في درب كنت تجتمع الأجناء وكنت تناقش كين فيها المهندس البلدي وفيها الممتل دي للأمن الوطني أو الضرك على حسب المنطقة وفيها الممتل دي للجماعة وفيها الممتل دي للعمل وفيها الممتل دي للجنس إرمان باش نضعوا بلاكا دي للأنتير دي فما بالوك بالمصير دي للتعليم اللي في اسمليات المنين دي للتلاميذ كي يقرر فيه وزير هكذا بشكل فرادي وكان القطاع ورسوق على عائلته